اشتركوا في القناة 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 في مساء هذا اليوم بعطاء آخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله رسولا منهم اشتركوا في القناة حفلنا اشتركوا في القناة 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 البالغ اشتركوا في القناة 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 للعشرة أعوام المقبلة وهي الآن في مراحل الاعتماد النهائي من مجلس أمناء الجامعة لتعتمد خلال الشهر القاري إن شاء الله تعالى وستشرع الجامعة في تنفيذها ابتداء من العام الأكاديمي الحالي 2021-2022 وتطمح رؤية الجامعة في هذه الخطة إلى تبوء مكانة مرموقة بين مؤسسات التعليم العالي ذات الجودة العالية في المنطقة وهي تضم ثلاثة أهداف رئيسية تتعلق بالتعليم والتعلم والبحث العلمي والابتكار والتفاعل مع المجتمع بالإضافة إلى ستة أهداف داعمة أخرى وروعي في الخطة إنسجامها مع رؤية عمان 2040 وستمثل خارطة طريق لجميع أنشطة الجامعة التعليمية والبحثية والخدمية وغيرها من الأنشطة ولا يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر القزيل لكل من ساهم في إعداد هذه الخطة ومراجعتها أبناءنا الخريجين والخريجات تشرق عليكم أنوار المستقبل وأنتم تقفون اليوم على منصة التخرج بعدما أصبح الحلم حقيقة لقد مررتم بمحطات من التعب والاجتهاد والمثابرة لحظات كانت صعبة وملئة بالتحديات والصبر ولكنني وأنا أناظر محياكم لأستشعر كم أنتم موقنون أن لحظة الحصاد هذه تستحق عناء الليالي وتعب الأيام أهنئكم بهذا النقاح وأهنئ أهاليكم وذويكم الذين حرصوا معكم على أن تقفوا اليوم على منصة التتويج كما أهنئ أساتذتكم الذين بذلوا جهودا مذنية من أجل أن يروا طلابهم وطالباتهم يتوشحون ثوب التخرج في هذه الأمسية السعيدة أيها الحفل الكريم تفخر جامعة ظفار بأن تقدم للوطن هذه الكوكبة من الخريجين والخريجات الذين بلا شك سيحرصون على أن يطلعوا بأدوارهم المقبلة بكل ما أوتوا من علم ومعرفة نهلوها طوال مسيرتهم الأكاديمية نتقاسم معهم هذه اللحظات البهيجة التي تختزل قصة نقاح وتروي ضمأ سنوات من الجد فشكرا جزيلا لكم معالي الشيخ سان بن مستهيل المعشن الموقر على رعايتكم لهذا الحفل ولكل ضيوفنا الأكارم كما أقدم الشكر والتقدير لمجلس أمناء جامعة ظفار على دعمه وتوجيهه في أن تمضي الجامعة في خططها الاستراتيجية للمستقبل وكذلك لمجلس الإدارة على مساندته الدائمة واللجان المنظمة وكل من ساهم في إنقاح هذا الحفل أبناءنا الخريجين والخريجات إننا نعول عليكم من تكون منارات مضيئة للمستقبل ملتزمين بالمهنية والأمانة العالية متمسكين بعرى المواطنة الصالحة محافظين على مكتسبات الوطن معززين مسيرة التنمية والبناء تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أبقاه الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفلنا الكريم هنا وفي هذه الليلة المضيئة تصطف كوكبة من خريجي وخريجات كلية الآداب والعلوم التطبيقية وهم يتوشحون وشاح الفخر والاعتزاز تمتزج فرحتهم وفرحة أهاليهم وأساتذتهم بفرحة الوطن الغالي وهو في غمرة الاحتفالات بالعيد الوطني الحادي والخمسين المجيد بورك جهدكم يا إخوتي فأنتم صورة مشرفة أخرى لأبناء عمان نستمع الآن إلى كلمة الخريجين والخريجات يلقيها الخريج عبدالله بن عبدالعزيز تبوك تخصص اللغة العربية وآدابها فليتفضل مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معالي الشيخ سالم بن مستيل المعشن الموقرة المستشار بديوان البلاط السلطاني عضو مجلس أماناء جامع الضفار راعي الحفل أصحاب المعالي أعضاء مجلس الأماناء المكرمون أعضاء مجلس الدولة أصحاب السعادة الأستاذ الدكتور عامر بن علي الرواس المحترم رئيس جامع الضفار ضيوفنا الأعزاء زملاء الخريجين والخرجات مشاهدي تلفزيون سلطنة عمان السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته وأسعد الله مساءكم بكل خير يا لها من أمسية تهتز لها المشاعر والوجدان ويترنم بها الفؤاد قبل اللسان إنها أمسية تتمازج فيها مشاعر الاعتزاز مع الاحتفاء بعظمة الإنجاز وتنسجم فيها بلاغة القصائد مع فيض المشاعر المتأججة فهنيئا لنا جميعا تخرجنا الذي طال من انتظرناه وإنجازنا الذي بجهدنا حققناه وكم تتألق القلوب حينما تعزف بمشاعرها قصائد فخر خالدا وتزه الدنيا بشدوها العذب في هذه الليلة المجدا فالألفاظ تعجز عن التفسير والعبارات تعلن اعتذارها عن التقصير لأن المقام أرقى من أي تغيير أيها الحفل الكريم أهلا بكم جميعا في احتفائنا الليلة معنا باعتلاء منابر التكريم والانضمام إلى كوكبة فرسان التعليم حيث المنازل الرفيعة والإنجازات البديعة إننا نحن الخريجين قد خطونا خطوات جادة منذ أن ضمتنا جنبات جامعتنا العامرة وعاهدنا أنفسنا أن نبذل جهدنا في سبيل تحقيق حلمنا ولولا هذه الكلية الزاهرة بعد توفيق الله لما حصدنا اليوم ثمار الجهد واحتفينا معنا بتحقيق الوعد ولكم تتوهج مشاعر الفرحة بالإنجاز لمواكبة تخرجنا احتفاء عمان الغالية بتقلد صدرها الوسام الحادي والخمسين من أمس الحادي والخمسون من أوسمة النهضة المباركة في عيدها الزاهر فأرقى عبارة التهاني نرفعها للمقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أيها الآباء والأمهات نعلم جميعا مدى فخركم بنا ومدى سعادتكم التي قد تفوق سعادتنا ونحن نرى الأمهات يبكين فرحا عندما يمر أمام عينهم شريط الذكريات ليوم طال انتظاره ذكريات وليد غض أصبح اليوم من بناة هذا الوطن ولا يسعنا اليوم إلا أن نخفض لهم جناح الذل من الرحمة كما أمرنا الله عز وجل أيها الحفل الكريم إن كليتنا الزاهرة كلية الآداب والعلوم التطبيقية مركز إبداع لا حدود لصدى ومصدر إشعاع معرفي حيث ينير الألباب بنور المعارف والعلوم ويرتقي بشخص الإنسان إلى مراتب تصافح هامات النجوم فهنيعا لنا تقلد وسام تخرجنا والتحاقنا بركب الفرسان السابقين الذين أضاء مسيرة هذا الوطن الغالي وللوطن الحبيب ولقائده الغالي أصدق عهود الولاء على أنفسنا قطعناها وأرقى معاني الوفاء بقلوبنا صغناها وفقنا الله جميعا لكل ما من شأنه رفعة عمان الغالية وقبل أن أختم هذه الكلمة أغتنم هذه الفرصة لأقول شكرا لمجلس الأمنا في جامعة الضفار شكرا للدكتور عامر الرواس ونسأل الله أن يوفقك ويسدد خطاك في قادم الوقت بإذن الله تعالى وأيضا شكرا لكلية الآداب والعلوم التطبيقية ولجميع العاملين فيها وأيضا من إداريين وأساتذة ودكاترة شكرا لكم جميعا في كافة التخصصات من هذا المنبر وأيضا شكرا للخريجين ولكن هناك شكر خاص بالنيابة عني وأصالة عن زملائي في تخصص اللغة العربية وآدابها للأب والمعلمة أو دعونا نقول الأب الروحي لقسم التخصص العربي الدكتور أحمد بالخير شكرا لك من القلب وأيضا لا أنسى الدكاترة في التخصص هذا أصالة عن نفسي وأصالة عن زملائي يختنموا هذه الفرصة بما أن الكلمة معنا نحن تخصص اللغة العربية شكرا للدكتور شفيق شكرا للدكتور مرتضى شكرا للدكتور عامر الكثيري شكرا للدكتور سعيد المعشني شكرا للدكتور سالم المعشني وأتمنى أني منسيت أحد وطبعا لا أنسى في ختام كلمتي وإن أطلت أن أشكر القائد الملهم الخالد في قلوبنا عميد كلية الأداب والعلوم التطبيقية الدكتور خالد المشيخي شكرا لكل شكرا على ما قدمته خلال السنوات الماضية شكرا لكم جميعا وآسف عني طالة المجيدون هم تلك الفئة التي أثبتت جدارتها وتميزها هم صفوة الصفوة وهم للأوطان ثروة ويقف اليوم بين خريجين من يستحق التكريم والتقدير ندعو باسمكم جميعا معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشن الموقر المستشار بديوان البلاط السلطاني عضو مجلس أمناء جامعة ظفار راعي الحفل بمعية الأستاذ الدكتور عامر بن علي الرواس المحترم رئيس جامعة ظفار لتكريم الطلبة الأوائل على الجامعة وتتويج الخريجين والخريجات يا لإيقاع السواقين غوى قلبي يدلت يعزف المجدخ برارا خالدا يشبيه حقلك يا لإيقاع السواقين غوى قلبي يدلت إخواني الخريجين أخواتي الخريجات حانت اللحظة التي انتظرتموها لسنوات بذلتم فيها الجهود والأوقات فهنيئا لكم جميعا ندعو الآن مع علي الشيخ راعي الحفل لتتويج الخريجين والخريجات كلية الآداب والعلوم التطبيقية درجة الماجستير ذكور ماجستير العلوم في تقنية المعلومات مروان بن محمد بن علي صعر محمد بن سالم بن أحمد الرواس طارق بن محسن بن أحمد حاردان محاد بن سهيل بن مسلم قعبو حسن بن سالم بن بخيت كشوب مسلم بن سعيد بن محمد جيشيان الشحري ماجستير التربية في الإدارة التربوية سالم بن محمد بن مسلم العوائد ماجستير التربية في الإرشاد النفسي بخيت بن سالم بن بخيت بلاعاط العمري محمد بن بخيت بن مسلم الشعشعي بيت كثير ماجستير التربية في مناهج وطرائق التدريس العامة عادل بن أحمد بن علي الزويد المهري سالم بن مسعود بن بخيت كشوب درجة الماجستير إناث ماجستير العلوم في تقنية المعلومات أنفال بن تعوض بن محمد الصعري وفاء بن سنقور بن قمعان بيت خليفة ماجستير التربية في الإدارة التربوية هدى بن تبخيت بن سعيد البرعمي امتياز عزوة بن تبخيت بن سعيد البرعمي امتياز عالي طفول بن سالم بن سعيد البرعمي نور بن سالم بن سالم عموش ثوعار ماجستير مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية بلقيس بنت محمد بن علوي آل إبراهيم امتياز ماجستير التربية في الإرشاد النفسي فوزية بن تسعيد بن أحمد طيراش الرواس امتياز لمياء بن تسعيد بن سالم العقلي امتياز رجاء بنت حمدان بن عبدالله السعيدية أميرة بنت محمد بن ناصر اليافعي صفاء بنت فرج بن مسعود اسطنبولي ماجستير التربية في مناهج وطرائق التدريس العامة علياء بن تسيل بن محمد عامر جييد امتياز خيار بنت عوض بن بخيتي البرعمي ويداد بنت أحمد بن محمد باعلوي دبلوم التأهيل التربوي في تخصص اللغة الإنجليزية شعاع بن سيف بن سالم بن بدري الكلباني امتياز عائشة بن تمسلم بن نصيب المعشني امتياز عروبة بن تعادل بن عوض عبدالله المشيخي امتياز دبلوم التأهيل التربوي في تخصص العلوم فاطمة بن تعليم سلم علش الكثيرية امتياز مونة بن تمسلم بن سيل تمون العمري امتياز ليثاء بنت عبدالله بن احمد با عقبا امتياز درجة البكالوريوس ذكور باكالوريوس الاداب في اللغة العربية عامر بن محمد بن سعيد بن سالم المشيخي امتياز سالم بن احمد بن محمد الحضري امتياز ناصر بن علي بن محمد شنيت الشحري امتياز عبدالله بن عبدالعزيز بن سالم تابوك ابراهيم بن بخيت بن سعيد عويلاب الشحري احمد بن بخيت بن محمد السليم المهري باكالوريوس علوم في علوم الكمبيوتر هيفن بن احمد بن سعيد الشنفري امتياز ارسلان حسين محمد حسين امتياز ابو بكر بن عوض بن احمد قيطون سعيد بن محمد بن سعيد الكثيري محمد بن احمد بن محمد برهام با عمر ناصر بن احمد بن سعيد با عباد غانم بن حسن بخيت بن مستهيلك شوب حامد بن عبدالرحمن بن عوض باحقاد باكالوريوس اداب في اللغة الانجليزية منذر بن خالد بن حسن العامري امتياز عامر بن خالد بن حسن العامري عبدالله بن محمد بن حسن الفارسي درجة الباكالوريوس باكالوريوس الاداب في اللغة العربية مهرى بنت محمد بن حمد العريمية امتياز مريم بن حمدان بن عبدالله آل حمودة امتياز علياء بنت سعيد بن بخيت قهور المهري امتياز أماني بن تبخيت بن سعيد الشحري فاطمة بن تسعيد بن علي المعشني صفية بنت سعيد بن احمد ثفنتي الشحري بقية بنت علي بن علوي المشهور باغمر بيان بنت محمد بن حفيظ با عمر ابتسام بنت سالم بن عبدالله باعلوي فاطمة بنت مسلم بن مسعود بيت سعيد بيان بنت علي بن جمعة الكاسبية مروة بنت محمد بن سعد ما جونح زعبانوت نعيمة بنت احمد بن بخيت بيت خميس ثوعار بكالرياس علوم في علوم الكمبيوتر أمل بنت أنور بن شيخ الذهب امتياز لخيار بنت سالم بن سهيل بن سعيد فرقيش المشيخي مونا بنت فارس بن أحمد القدح المهرية بكالرياس التربية في تقنية المعلومات وضحى بنت مسلم بن علي بن دبلان عامر قيد المهري بكالرياس الآداب في اللغة العربية عهد بنت سعيد بن علي المسهلي بكالرياس آداب في اللغة الإنجليزية أبرار بنت محمد بن أحمد عيديد امتياز سمية أسلم محمد امتياز عائشة بن تبخيت بن محاد تبوك امتياز كوثر بنت فارس بن أحمد القدح المهري امتياز عالي روعة بنت خالد بن حسن بن سعيد العامرية امتياز عالي فاطمة بنت محمد بن سعيد مسن امتياز وفاة بنت سالم بن محاد كشوب امتياز بشرة بنت أحمد بن محمد بن عمر آغري بالشحري امتياز فاطمة بنت أحمد بن سالم المعشنية امتياز نور بنت أحمد بن سالم سلمون الكثيري امتياز مونة بنت أحمد بن سالم سلمون الكثيري أذرار بنت سيف بن حمد البلوشية حليمة بنت أحمد بن مبروك الزجالية أمينة بن تسعيد بن محمد حموت الشحري أهلاء جمال علي رباد تميمة بنت سعيد بن علي شدر الكثيري شهرزاد بنت محمد بن بخيط ذيشلي للكثيري فاطمة بنت علي بن أحمد تبوك ايمان بنت سهيل بن بخيط قهور المهري نعيمة بنت سهيل بن مسلم عامر قيد ملاك بنت حمود بن حمد الراشدية طفول بن دبلان بن سالم العمري عائشة بنت عبد الله بن سالم بن حمد السيابية أفنان بنت عبد الله بن سالم المرهون وفاة بن تعبود بن صنقور بيت كمت كوثر بن سلطان بن مصبح العلوية خير النساء بنت محمد بن سالم المرهون نوف بنت عبد الله بن حمود بن حمد الغافرية شمسة بنت راشد بن خصيف السعيدية عهود بن تعقوب بن يوسف بن عامر الكويلية جواهر بن تبخيت بن محمد المهرية روان بنت علي بن أحمد بيت علي سليمان وعد بنت سعيد بن علي ربعات المسهلي لبنا بن سعيد بن عباد الحسنية الغالية بن تناصر بن محمد بن علي ريامية آيشة بن سعيد بن مسعود المحشني آماني بنت صالح بن علي بن خديدات البلوشية نصرى بن تعالي بن سعيد الكاسبية آماني بنت عامر بن بخيت تبوك ريام بنت عبد الله بن علي المقحوصية آماني بنت راشد بن مبارك بن جمعة الهاشمية فاطمة بن تمسلم بن أحمد المعشني آماني بنت عبد الله بن عبد الله مريم بنت فايل بن سالم بن خميس العريمية ملاك بنت محمد بن علي العوائد نور بنت مسلم بن مسعود قهور المهري مشهورة بنت محاد بن سهيل العمري زمزم بنت حسن بن عبد بن سعيد قهور المهري أمينة بن تسعيد بن بخيت بن تمام قعبوب حمده بن تسهيل بن بخيت سالم قهور الهنوف بنت حمد بن سالم بن رياء فاطمة بنت عبد الله بن أحمد طيروش الرواس روان بنت خميس بن محمد الدغيشية غادة بنت أحمد بن بخيت البرعمية نور بنت أحمد بن محمد بيت عفرار بكاليروس الأهداب في الترجمة راية بنت ناجي بن علي الغسانية امتياز حمده بن تمسلم بن مستهيل الكثيري رغد بنت رائد بن محمد عبد الكريم أبرار بنت عبد الله بن علو الذهب نور بنت محمد بن يحيى النقيب اليافعي أنوار بن سبيل عباس أميرة بن سالم بن علي طهيون المعشني فاطمة بنت أحمد بن عبد الله محروس الصيعري فاطمة بنت عيسى بن أحمد العمرية مونة بنت عامر بن سعيد العمرية أميرة بنت محمد بن أحمد بالحاف بيان بن جميل بن مطر بيت سمير إلهام بنت حمد بن ناصر الخصيبية تهاني بنت محمد بن سالم بحريش جميلة بنت محمد بن علي هوطي شحري بكالريوس الأداب في العمل الإجتماعي فاطمة بن تمحاد بن بخيط الكثيرية امتياز ريان بن طالب بن أحمد الصيعري فاطمة بن ترجب بن عداف العمرية فاطمة بنت خميس بن راشد البلوشية غادة بنت سالم بن عبد الكثيرية نور بنت عبد الله بن محمد بن خلفان شكيلي ليلى بن سالم بن أحمد جعبوب ليازي بنت عبد القادر بن سالم معروف ذكرى بنت خلفان بن علي المعمرية فاطمة بنت فائل بن سعيد بالحاف كوفر بن سالم بن أحمد باعمر شريفة بن تمسلم بن حسن بن مسعود قهور المهري نسرين بن تعماد بن عبد القادر الزبيدية شهرة بنت عبد الله بن عبد الحمر أميرة بنت سعيد بن مسلم المعشني شعاع بنت عامر بن محمد المسهلية ميزون بنت محمد بن مسلم المهرية كريمة بنت سالم بن سالم بن راشد السعيدية عهود بنت ثابت بن محمد بن سالم البطينية جمانة بن تراشد بن هديب الكيتانية العنود بنت محمد بن سعيد العامرية شيماء بنت لاحق بن علي الرشيدية لمياء بنت ساب بن سعيد المالكية مونة بنت أحمد بن محمد الكثيرية نور بن سالم بن محمد عبد المسهلية طفول بن سالم بن مسعود جعبوب شفاء بنت مرهوم بن سالم بن عديم الهنائية شذاب بنت منصور بن خميس بن سالم الفورية أزهار بنت سعيد بن مبارك الجهورية هيفاء بنت عبد الله بن عبد الحمر فاطمة بنت أحمد بن سالم بحريش بشارة بنت علي بن خميس الكاسبي أشواق بنت عمر بن أحمد الشحرية شيخة بنت أحمد بن عبد الله بن حمد السعيدية حكيمة بنت أحمد بن محمد بن سالم جعبوب زيناء بنت أحمد بن فرج بزوزي موناء بن تمحاد بن مبارك طوب العمري بيان بن تربيع بن خميس المدالوية طلوع بن تمحاد بن سيل العمري تيما بن سالم بن أحمد المسلي بن كثير طيب بنت سلطان بن سالم الجعفرية مروه بنت أحمد بن خلفان الجابرية فاطمة بنت سيل بن رزيق الغمارية يسرى بنت فائل بن سالم بن راشد السنادية أمل بنت مبارك بن سعيد الحضرية لمياء بنت علي بن سعيد بن سالم الصوافية غادة بنت أحمد بن معتوق الزوامري مريم بنت مسلم بن علي الأحمر خلود بنت حمد بن سالم بن حمد الحسنية شمى بنت مسلم بن العبد المسهلي شمى بنت مسلم بن العبد المسهلي منال بنت خميس بن سعيد السعيدية مونة بن تعالي بن سعيد الهلالي منار بن تراشد بن حمد الزيدية كوثر بنت عبد الله بن دغمان المشايخية مونة بن تمسلم بن أحمد الكثيرية نورة بن تعالي بن صالح بيت عبد الودود عائشة بن تحضيب بن مليح الجنابية أمينة بنت أحمد بن فرج زعبانوت درجة الدبلوم درجة الدبلوم دكور دبلوم في علوم الكمبيوتر أحمد بن سالم بن ربيع المشيخي سعيد بن علي بن سعيد بن مستهيل الشحري سعيد بن عبد الله بن حمود الحرسوسي محمد بن باسم بن عبد الحق البلوشي أيوب بن ناظم بن مفتاح بيت مطران فهد بن جابر بن مرهون الرواحي سالم بن الحبشي بن فرج بن سهيل بيت فرج دبلوم في اللغة الإنجليزية مازن بن سعيد بن قمعان الزين دبلوم في العمل الإجتماعي عبد العزيز بن سيب بن ناصر بن سعيد الشكالي أحمد بن سعيد بن سيف المعمري سالم بن علي بن سعيد العلوي سلطان بن سيف بن عبد الله السيابي سعيد بن علي بن حسين العقمي خميس بن سالم بن خميس الربيعي درجة الدبلوم في العمل الإجتماعي باللغة العربية قاسم بن علي بن سعيد قعبوب امتياز أحمد بن حسن بن سعيد المرهون امتياز عامر بن علي بن محاد قعبوب امتياز عبد العزيز بن أحمد قمعان قودين الشحري أحمد بن سعيد بن سعيد بن سعيد قعبوب عبد المنعم بن علي بن سعيد قعبوب مسلم بن سعيد بن سعيد مسلم بن علي بن سعيد عامر قيد هلال بن مبروك بن سعيد بن سعيد الكثيري مسلم بن سهيل بن محاد كشوب أحمد بن عوض بن أحمد الشحري سلم بن علي بن عبد الله العمري محمد بن عامر بن بخيد تمان المعشني عبد الرحمن بن سعيد بن سعيد عطيرون قعبوب عبد الله بن عبد الله بن محمد بن محاد بيت سعيد عنسي بن سعيد بن سعيد بن سالم العنسي درجة الدبلوم إناث دبلوم في علوم الكمبيوتر فاطمة بنت خير الله بن ربيع دبلوم في اللغة الإنجليزية سارة بنت عبد الله بن حسن با عمر بشرة بنت عبد الرحمن بن قمعان بيت شماعة غدير بنت عبد الله بن محمد البلوشية فاطمة بنت ناصر بن مسلم غواص فاطمة بنت محمد بن مسلم قهور مطيرة بنت يحيا بن صالح الداودية دبلوم في الرياضيات نايفة بنت سعيد بن علي العمري دبلوم في العمل الاجتماعي ندى بنت شعبان بن رمضان بيت براكة دعاء بنت صالح بن محمد بهارون وميما بنت عوض بن خميس بيت عبيد نادية بنت أحمد بن سهيل قعبوب أسماء بنت سعيد بن علي بن سليمان الشملية نوال بنت علي بن مسلم بن محاد المعشنية شيخة بنت مصبح بن راشد بن جميل البريكية مونة بنت يسلون بن أحمد عول الشحري أسماء بنت مسلم بن علي حردان ابتهال بنت سبيت بن مبروك الغيلانية خلود بنت خميس بن عبد الله بن علي السعيدية بثينا بنت مبارك بن حمد بن مبارك الصالحية دبلون في العمل الاجتماعي باللغة العربية غروب بنت سعيد بن عاشور بارشيد غيداء بنت محمد بن رمضان هناء بنت أحمد بن حسن الشيداد سلماء بنت مسلم علي المعشنية امام بنت قبل بن عوض الشقابية خديجة بنت عبد الله بن محمد بن سالم الشنفرية أشواق بن تفائل بن بلال بيت بلال راعي الحفل الموقر شكرا جزيلا لك من عجل التعليم مطينا ترفع للعلم الرعيات وبعالي الأسواق هدفنا نعمان ستمضي الخطوات من عجل التعليم مطينا ترفع للعلم الرعيات وبعالي الأسواق هدفنا نعمان ستمضي الخطوات معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني الموقر المستشار بديوان البلاط السلطاني عضو مجلس أمناء جامعة ظفار راعي الحفل أصحاب المعالي والسعادة أهالي الخريجين والخريجات أيها الخريجون مشاهدي تلفزيون السلطنة عمان يسعدنا في هذا اليوم الميمون وقبل ختام حفلنا البهيج هذا أن نبارك ونوجه التحية للخريجين الذين لم يستطيعوا حضور الحفل وأن نزف إليهم أرقى عبارة التهاني والتبركات بمناسبة تخرجهم وهم الحاصل على المستوى الأول في برامج الدراسات العليا كلية الآداب والعلوم التطبيقية طفول بن تسهيل بن سعيد حاردان ماجستير التربية في الإدارة التربوية درجة الماجستير ذكور ماجستير العلوم في تقنية المعلومات محمد بن سهيل بن أحمد بيت سعيد درجة البكاليريوس بكاليريوس الآداب في اللغة العربية ثابت بن مسلم بن ثابت بالحاف علي بن سالم بن سيف بن سالم المعمري بكاليريوس علوم في علوم الكمبيوتر محمود بن سالم بن سعيد الصوافي محسن بن علي بن محسن المعمري عبد العزيز بن سالم بن سعيد زعب نوت عبد المنعم بن عامر بن سالم العمري درجة الدبلوم في علوم الكمبيوتر خالد بن أحمد بن علي المرهون امتيازة سالم بن سعيد بن فرق أغريب الشحري فهد بن هادي بن فرق بيت فرق دبلوم في العمل الاجتماعي باللغة العربية محمد بن عبد الله بن محمد المهري سهيب بن علي بن محمد بعمر علي بن أحمد بن سهيل قعبوب أحمد بن سالم بن محاد فاضل أحمد بن سامي بن أحمد الشنفري عمار بن عبد الله بن محمد الشنفري درجة الماجستير إناثة ماجستير العلوم في تقنية المعلومات خديقة بن تعلي بن سعيد الشحري ماجستير التربية في الإدارة التربوية طفول بنت سهيل بن سعيد حاردان انتياز مريم بنت علي بن حمدان الشكيلية ماجستير التربية في الإرشاد النفسي أمينة بنت علي بن سالم البرعمية ماجستير التربية في مناهج وطرائق التدريس العامة عزيزة بنت مسلم بن عوض قعبوب درجة التأهيل التربوي دبلوم التأهيل التربوي في تخصص اللغة العربية نور بنت أحمد بن علي محاد العوايد امتياز دبلوم التأهيل التربوي في تخصص اللغة الإنجليزية العنود بنت راشد بن سعيد سيف السناني امتياز أسماء بنت سعيد صباح بعقبة امتياز زمزم بنت مسلم بن محمد تبوك امتياز لخيار بنت سعيد بن علي حذنون بيت سعيد امتياز منتهى بنت حسن بن مسعود تبوك امتياز دبلوم التأهيل التربوي في تخصص الدراسات الاجتماعية عليا بنت عامر بن سهيل العمرية دبلوم التأهيل التربوي في تخصص العلوم عليا بنت أزاد بن سالم العمري امتياز مونة بنت عيسى بن علي العواهد امتياز حنين بنت عادل بن علي بيت الجيشة امتياز ميساء بنت قاسم بن سعيد التوبي درجة التأهيل التربوي درجة التأهيل التربوي درجة التأهيل التربوي درجة التربوي درجة التربوي ندى بنت عبدالله عبدالعزيز الرواس أبرار بنت خميس بن سلطان الكاسبية نرجس بنت ناصر بن خميس السنادية ويصال بنت أحمد بن محمد بعمر سارة بنت سعيد بن سيف خميس الهاشمية مريم بنت مسلم بن علي المعشنية نسناس بنت راشد بن حرقوس العمرية أنوار بنت خميس بن ناصر الكاسبية كذية بنت سالم بن مرهون بن سعيد القرينية درجة الدبلوم دبلوم في علوم الكمبيوتر ميزون بنت سالم بن مسلم صوناخ زعب نوتا فايزة بنت سعيد بن أحمد بن محاد عكعاك دبلوم في اللغة الإنجليزية أماني بنت محمد بن أحمد العوايد دبلوم في العمل الاجتماعي أشجان بنت راشد بن سالم بن راشد العريمية أمل بنت حامد بن محمد بيت سعيد طيف بنت عبد الله بن حسين بن سيف وفاء بنت سعيد بن محاد العوايد وجدان بنت محمد بن سالم القعفرية فوزية بنت سعيد بن ناصر بن علي المشيفرية زهراء بنت هلال بن عامر العلوية زمزم بنت جمعة بن راشد محمد السعدية أبها بنت ناصر بن سعيد القعفرية دبلوم في العمل الاجتماعي باللغة العربية سلطانة بنت سالم بن محاد قطن امتياز شيماء بنت عوض بن أحمد بن سيف مريم بنت سالم بن سعيد عطيرون قعبوب أميرة بنت علوي بن أحمد الحداد وإيمان بنت سالم بن مسلم تبوك أيها الحفل الكريم تتشرف جامعة ظفار بأن تقدم لمعالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشن الموقر المستشار بديوان البلاط السلطاني عضو مجلس أمناء جامعة ظفار راعي الحفل هدية تذكارية بهذه المناسبة شاكرين له تشريفنا لرعاية حفلنا يقدم الهدية الأستاذ الدكتور عامر بن علي الرواس رئيس الجامعة موسيقى 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 سلام لك يا وطني عمان يا أرض الحضارة يا أرض مجان يا منبت السلام والوئام يا درة خالدة تسكن في الجنان وهنيئا لك يا وطني ما أنجزه أبناؤك الذين شمروا عن سواعدهم للعمل والجد والاجتهاد لخدمتك وعزموا على تجديد العهد والولاء لأبينا وقائدنا ومجدد عمان الحضارة والمستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم يحفظه الله ويرعاه ويمده بوافر الصحة والعمر المديد ونعده بأن نكون على قدر الثقة التي أولاها لنا وأن نكون أبناءه الأوفياء دائما تقبلوا كل التحايا وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ماذا يضيرك لو عشقتك غرة ماذا يضيرك لو عشقتك غرة ماذا يضيرك لو عشقتك غرة وضمنت قدر كترة وأصينا وزمنت في محراب حبك حاشعا أدعو الهلها مرحنا وقد صلاح للفقتك غرة من يحفظه الله lecture مقدس بيننا وبأن تكون الحب والتقبلة وبأن تكون الحب والتقبلة موسيقى 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 موسيقى